فإحنا عايزين أننا عامل مع ضغوط الحياة الصعبة لكن كأبناء الله لو أنت لوحدك مش هتعرف تمشي يعني بولوس الرسول يقول لنا يا جميلة جدا يقول أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني الإنسان حينما يشعر بضعفه يطلب سند ويطلب قوة من ربنا يقوم ربنا يديله ولما ربنا يديله يقوم ينتصر على كل الصعاب الموجودة في الحياة بدون يلا تقلل هاي اللي خلا بطرس يمشي على المياه غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله طبعا الإنسان لما يشعر بضعفه يلجأ لربنا يقول كده أطلب فتجد الإنسان لما يطلب يطلب من ربنا ربنا هو مصدر النعم مصدر البركات ربنا هو السند والعون لكل إنسان في هذه الحياة الحياة الآن عايزة أتكلم حوراك في فكرة يمكن بتشغلني كتير جدا فكرة السمر يعني وفكرة إزاي أن الإنسان يعني يجنف حياته ثمار واخدها من ربنا يعني فكرة إن الإنسان يبان في حياته السلام أو الرجاء أو الفرح دي مهمة صعبة جدا يعني وتاخد كتير شغل لكن فكرة إزاي الإنسان يكون فعلا شجرة مغروسة فبيجيب يعني بيستقب من المياه يكون قريب من المصدر فيرتوي ويشبع ويشبع كمان التساقق بر الله يخليك شبعا باستمراش الأباء القديسين مروا في حياتهم بصعاب وبتجارب صعبة جدا ولو كان لوحده كان ممكن هذا القديس يتخلى عن الإيمان ولكن هو كان عنده ثقة ورجاء وثبات وإيمان في ربنا أنه في وسط الضيقة الله معاه تمام وده بيبان لما ينتصر على العزبات لما ربنا بيديله سند وقوة لما تبص تلاقي هذا القديس الألم نفسه أوقات ما كانش يحس به اللي بيتقلم من أجل الله ربنا بيقف معاه ويديله بعد الألم حيديله مجد الإنسان اللي عاش مع ربنا حياة مقدسة سمار الروح القدس تظهر معاه تلاقي إنسان باستمرار في وسط الألأ شاعر بالسلام صحيح ليه أنه هو مسلم حياته لإله السلام هو اللي قال أنا أعطيكم سلاما مش ممكن حد يدهلكم غيري لما نيجي نبص نلاقي واحد زي نوح في الفلك إيه اللي خليك تشعر بالسلام وإنت معاك وحوش وقصود ربما حيوانات مفترسة كتير هو حسس أنه مش لوحد هو مع ربنا عشان كده إله السلام أعطاله السلام الإنسان اللي عايش مع الله والله كلي المحبة وإحنا بنقول عن الله الله محبة الله المحبة اللي أنا عشت معاه حياة طويلة وسلمت له حياتي أصبحت هذه المحبة سمافية خدتها منين من ربنا اللي هو الله المحبة المحبة اللي جوايا بتفيد وتنضح على الآخرين إذن مهما أنا عشت في مجتمع كل حقد وكل كراهية أنا جوايا محبة وجوايا سلام عشان كده صفات الإنسان اللي بيعيش مع ربنا بتبان عليه والسلام برضو إحنا بنحاول دايما نقول إن السلام مش هو إن الإنسان ما يبقاش مش فرق معاه السلام ده إنسان عارف إن هو في خطر لكن يسق إن الله سينجيه من هذا الخطر بعكس الإنسان اللي إحنا ممكن نقول عليه بارد ومش حاسس إن هو في خطر أساسي إحنا لما نجي نشوف حد في خطر مش هنلاقي خطر أكتر من واحد زي دانيال في جوب الأسود صحيح يعني لما قالوا له إحنا هنرميك في جوب الأسود قال مش مشكلة عادي يعني إيه المشكلة إيه الأسود قدام ربنا ولا حاجة سلام الله يفوق كل عقل وبعدين كمان من ضمن الحاجات الجميلة جدا لما كنا بنتكلم عن الإنسان اللي يبقى مليان بالمحبة في محبة لو وجدت في هذا العالم في هذا الزمان صدقني مش هنحتاج حاجة تاني صحيح هي المحبة العملية عشان كده نلاقي إن ربنا بيّن محبته لينا عمليا وقال هكذا أحب الله العالم حتى بازل ابن الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية